الأجهزة الإلكترونية من حاجة اسمها مصادر التغذية مصادر التغذية دي عبارة عن دوائر إلكترونية بسيطة الدوائر دي بتخفض جهد المنبع المتردد وبتخفضه للقيمة المناسبة يعني ممكن تخفضه مثلا من 220 فولت تخليه 5 فولت أو 6 فولت أو 12 فولت على حسب القيمة المطلوبة وبتحوله كمان إلى طيار مستمر علشان يكون مناسب لتغذية الدوائر الإلكترونية علشان تقوم بتشغيلها يبقى معنا كده إيه هي أهمية مصادر التغذية؟ بنقول إيه؟ تحتاج جميع الأجهزة الإلكترونية سواء كانت أجهزة إرسال أو استقبال أو غيرها بتحتاج إلى إيه؟ مصادر تغذية سبتة توفر لها الجهود اللازمة لتشغيلها وبنحصل عليها طبعا من خلال دوائر توحيد بتقوم بتوحيد الطيار المتغير وتحوله إلى طيار مستمر طيب مصادر التغذية دي إحنا عارفين طبعا إن إحنا ممكن نحصل عليها بكذا طريقة في عندنا حاجة اسمها البطاريات وكلنا عارفين طبعا البطاريات سواء كانت بطاريات جافة أو بطاريات سائلة ما هي ديه برضو بتوفر الجهود اللازمة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية ولكن طبعا البطاريات ما بيتمش الاعتماد عليها لوحدها ليه؟ لأن إحنا عارفين إن البطاريات بتكون مستهلكة وطبعا بتفضى بعد فترة وبتتعرض للتلف فبيلزم تغييرها والكلام ده طبعا بيكون مكلف فالأفضل إن إحنا بنستخدم دوائر تغذية بتحول الطيار المتردد اللي هو اللي موجود عندنا في كل مكان عندنا موجود في البيت وفي المصنع وفي الشركة بتخفضوا من 220 فولت وتخفضوا للقيمة المطلوبة وتحولوا الطيار مستمر يبقى بديل للبطاريات وطبعا مصادر التغذية متوفرة طبعا في كل مكان خلاص وبتوفر لنا التكلفة زي ما قلنا وبتوفر للجهود السابقة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية لأن إحنا زي ما إحنا عارفين البطاريات أول ما بنجيبها جديدة بتكون جهدها عالي وبعد فترة تبدأ جهدها يقل لي قل لي قل لي حد ما تفضل لكن مصادر التغذية بتديني جهد سابت ما بيتغيرش تعالوا نشوف مع بعض كده على الشاشة إيه هي أهمية دوائر التغذية زي ما قلنا توفير جهود تغذية سابقة تعمل على تشغيل الدوائر الأساسية لجميع الأجهزة الإلكترونية سواء كانت مكبرات أو أجهزة إرسال أو أجهزة استقبال أو غيرها طيب أبسط مثال لمصادر التغذية ديت كلكوا طبعا عارفين الشاحن بتاعة التليفون كلنا بنستخدمه علشان نشحن بيه البطاريات بتاعة التليفون الشاحن دوت لو إحنا فتحناه هنلاقي في دايرة إلكترونية بسيطة الدايرة ديت هي عبارة عن مصدر تغذية هنلاقي فيها محول علشان يخفض الجهد من 220 فولت ويخفضه للقيمة المطلوبة لخمسة فولت مثلا وفيها دايرة توحيد عبارة عن موحدات الموحدات دي طبعا هناخدها دلوقتي ممكن تكون دايرة توحيد باستخدام موحدين أو دايرة توحيد باستخدام أربع موحدات وكمان بيقى فيه مكسفات علشان تنعيم الطيار وتخليه طيار مستمر وبيبقى فيه كمان جزء لتثبيت الجهد يا إما باستخدام سناء زينر أو باستخدام دواير تنظيم الجهد وبرضه هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل فيبقى أبسط مثال لمصادر التغذية هو الشاحن بتاعة التليفون طيب هل كل مصادر التغذية بتبقى منفصلة يعني بتبقى برعا شاحن كده أو أدابتور إحنا بنستخدمه علشان نشغل بيه الجهاز لا طبعا في أجهزة كتير بتبقى دايرة التغذية بتبقى موجودة داخل المكونات بتاعة الجهاز يعني ممكن راديو الراديو طبعا إحنا بنشغله بيبقى ليه طبعا كابل وبنحط الفيشة في الكهرباء على طول في المنبع بتاع طير الكهرباء هل دا كده شغال على 220 فولت على طول يعني الدوائر الإلكترونية بتاعة الراديو دا شغالة بجهد 220 فولت طبعا لا دا بيبقى في الدايرة بتاعة الراديو أول جزء بيبقى برعا إيه دايرة مصدر تغذية بتخفض برضو الجهد زي ما قلنا جهد المنبع هتخفضوا من 220 فولت تخفضوا للقيمة المناسبة ممكن 3 فولت ممكن 5 فولت 6 فولت على حسب القيمة المطلوبة وتحولوا الطيار مستمر علشان تشغل الدوائر الإلكترونية بتاعة الجهاز على الشاشة أنواع مصادر تغذية طبعا زي ما احنا قلنا يمكن الحصول على جهود التغذية إما من البطاريات الجافة أو البطاريات السائلة وتاني حاجة دوائر تغذية تعمل على تحويل الطيار المتغير إلى طيار مستمر وطبعا رقم 2 هي دي اللي احنا بندرسها لأن هي دي طبعا الدوائر الإلكترونية اللي بتقوم زي ما قلنا بتحويل الطيار المتردد تحوله إلى طيار مستمر علشان نستخدمه لتشغيل الدوائر الإلكترونية المختلفة تحلي مكونات دوائر التغذية بيتكون من إيه زي ما قدامنا كده على الشاشة أول حاجة محول قدرة ومحول القدرة دوة زي ما احنا عارفين هو بيعمل إيه يا إما بيقوم بخفض أو رفع جهد المنبع المتغير بالقيمة المطلوبة لأن المحول احنا عارفين هو عبارة عن إيه بيبقى عبارة عن ملف ابتدائي وملف سانوي طيب المحول ده يا إما يخفض جهد المنبع يا إما يرفع جهد المنبع طب معظم الدوائر الإلكترونية أو كلها بتحتاج إلى جهود منخفضة يبقى معنى كده المحول اللي احنا هنستخدمه في دائرة التغذية في الغالب بيكون محول خفض عشان يخفض جهد المنبع المتردد من 220 فولت ويخفضه للقيمة المطلوبة بعد كده في دائرة توحيد طب دائرة التوحيد يبقى بتعمل إيه بتحول الطيار المتردد إلى طيار نابض موحد الاتجاه زي ما احنا شايفين كده أشكال الموجات فوق طبعا المحول الدخل بتاعه كان عبارة عن طيار متردد والخرج بتاعه برضو طيار متردد ولكن جهده أقل دائرة التوحيد زي ما احنا شايفين دخلها عبارة عن إيه طيار متردد ولكن خرجها أنصاف موجات موجبة يبقى معنى كده دائرة التوحيد حولت الطيار المتردد إلى طيار نابض موحد الاتجاه يعني أنصاف موجبة مفيش سالب طب دائرة التنعيم بعد كده يبقى احنا قلنا ايه دائرة التوحيد بتعمل على تحويل الطيار المتغير إلى طيار نابض موحد الاتجاه بعدها نروح لدائرة التنعيم دائرة التنعيم دي في الغالب بتكون عبارة عن مكسفات أو ممكن تكون مكسفات وبالإضافة ليه ملف ملف خانق فيديتها أنها تعمل ايه؟ تحول الطيار النابض الموحد الاتجاه إلى طيار مستمر يبقى دائرة التنعيم تعمل على تحويل الطيار النابض إلى طيار مستمر طب فيه جزء كمان في الآخر اسمه دائرة تسبيت الجهد أو دائرة تنظيم الجهد دائرة التسبيت دي مهمة جدا ليه؟ لأنها بتحافظ لي على جهد الخرج يكون ثابت عنده قيمة معينة ضد تغير جهد المنبع يعني ايه؟ يعني جهد المنبع معرض أنه يزيد أو يقل فجأة طب لو جهد المنبع ده تغير زاد أو قل خرج دائرة التغذية المفروض برضو هيزيد أو يقل لكن بقى دائرة التسبيت دي بتعمل ايه؟ بتحافظ على جهد الخرج عنده قيمة سابتة في حدود معينة ضد تغير جهد المنبع يعني لو جهد المنبع يتغير برضو جهد الخرج يفضل سابت لأن زي ما احنا عارفين إن معظم الأجهزة الإلكترونية أو العناصر الإلكترونية زي ترانزيسورات وزي الدوائر المتكاملة بتتأثر إلى حد كبير بالتغير في جهود تشغيلها وخاصة إذا ارتفعت هذه الجهود يعني لو الجهد زاد فجأة ممكن يؤدي إلى تلف الترانزيسور أو إذا كانت دايرة متكاملة برضو ممكن تتعرض للتلف علشان كده احنا بنضيف هنا دايرة اسمها دايرة تثبيت الجهد علشان تحافظ لي على جهد الخرج عنده قيمة سابتة يبقى دايرة التثبيت تعمل على تثبيت جهد الخرج في حدود معينة ضد تغير جهد المنبع كده احنا عرفنا المكونات الأساسية لدوائر التغذية محول دايرة التوحيد دايرة التنعيم ودائرة تثبيت للجهد تعالوا بقى نتكلم على حاجة حاجة مع بعض في البداية طبعا محول القدرة كلنا عارفين أن المحول بيكون عبارة عن ملف ابتدائي وملف سينوي ملفو فين طبعا على قلب قلب دوت ممكن يكون قلب من شرائح الحديد أو الصلب السيليكوني وبيعمل عن طريق الحس المتبادل يعني الملف الابتدائي لما بيمر فيه الطيار المتردد بيعمل ايه؟ بيتولد حوله مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي دوت بيتقاطع مع الملف السنوي فيتولد به قوة دفعة كهربية طبعا القوة الدفعة الكهربية دي بتتناسب مع عدد لفات الملف السنوي يعني لو عدد لفات الملف السنوي أكبر من الملف الابتدائي يبقى محول رافع للجهد وإذا كان العكس لو الملف السنوي عدد لفاته أقل يبقى محول خافض للجهد الشكل ده برضو بيوضح لي الشكل العملي لمحول طبعا اللي قدامنا دوت عبارة عن ايه؟ قلب من رقائق الصلب السيليكوني زي ما احنا شايفين وملفوف عليه ناحية اليسار كده الملف اللي هو اللي باللون الأحمر ده ده الملف الابتدائي وده طبعا بيتوصل بمصدر الجهد المتردد وزي ما قلنا بيتولد مجال مغناطيسي فيمر في القلب الحديدي ويتقاطع مع الملف السنوي اللي هو اللي موجود في الجهة الأخرى اللي هو ناحية اليمين اللي باللون الأزرق فبيتولد في الملف السنوي طبعا قوة دفعة كهربية على حسب طبعا عدد لفات الملف السنوي وده شكل بيوضح للشكل العملي بقى للمحول وطبعا زي ما احنا شايفين البيانات بتبقى مكتوبة عليه زي ما مكتوب هنا مثلا الانبوت يعني جهد الدخ ميتين وثلاثين فولت الخمسين هرتز الاوتبوت يعني جهد الخارج بتاعه اتناشر فولت يبقى المحول دوت محول خافض هيخفض لي الجهد من ميتين وعشرين او ميتين وثلاثين فولت ويخلهولي كام الخارج بتاعه اتناشر فولت طبعا القدرة بتاعته الباور عشرة وات زي ما احنا شايفين برضو في النص كده في بكرة البكرة ديت بتكون عزلة طبعا ممكن تكون من البلاستيك وملفوف عليها الملف الابتدائي والملف السنوي بيكون عبارة عن سلك من النحاس المعزول وعليها طبقة من العازل اللي هو اللي باللون الاصفر ده طبعا الملف الابتدائي زي ما احنا شايفين بيقى فيه طرفين خارجين من ناحية ملف الابتدائي والطرفين التانيين بتوع الملف السنوي دايرة التوحيد بقى فيدتها بتعمل على تحويل الطيار المتغير الى طيار نابض موحد الاتجاه وطبعا دوائر التوحيد برضو انواعها مختلفة في دوائر بنستخدم فيها الموحدات دي طبعا الموحد بيبقى ليه طرفين طرف الانود اللي هو الطرف الموجب وطرف الكاسود وطبعا فيه علامة كده او حلقة بتكون باللون الرمادي او الفضي دي بتوضح الطرف الكاسود بتاع الموحد عشان نحدد طبعا كيفية توصيله في الدائرة عشان ما يتوصلش غلط يبقى فيه طرف للانود والطرف التاني كاسود الموحد زي ما هناخد دلوقتي هنعرف ان الموحد بيمرر الطيار في اتجاه واحد بس لما يكون الانود موجب والكاسود سالب لكن لو الطيار تعكس فطبعا الموحد هنا مقومته تبقى عالية جدا ويمنع مرور الطيار في الشكل اللي على الشمال دوت دي عبارة عن بريتج قنطار التوحيد البريتج ديت هي برضو تقريبا كأن جواها اربع موحدات يعني هي مكوناتها كأنها اربع موحدات بس كلهم موجودين في شريحة واحدة بيبقى ليها طرفين للدخل اللي هما الاتنين اللي في النص دول اللي مرسوم عليهم علامة الطيار المتردد وفيه طرفين تانيين اللي هما بتوع الخارج اللي على المين خالص ده مكتوب عليه موجب يبقى ده الطرف الموجب اللي هو الخارج بتاع دائرة التوحيد والطرف اللي على الشمال خالص ده مكتوب عليه سالب يبقى الطرفين بتوع الدخل اللي في النص اللي عليهم علامة الطيار المتردد والطرفين اللي على الأطراف اللي مكتوب عليهم موجب وسالب ده خارج الكنترة أو خارج البردج أنواع دوائر التوحيد فيه دوائر توحيد نصف الموجة ودوائر توحيد الموجة الكاملة طيب دوائر توحيد نصف الموجة معناها إيه لو بصينا كده هنلاقي الدايرة اللي قدامنا دي بتتكون من إيه موحد اللي احنا كنا لسه شايفينه على الشاشة أو سناء السيليكون ليه طرفين طرف الأند وطرف الكاسود وطبعا الموحد ده متصل بمصدر الجهد المتردد والطرف التاني اللي هو الكاسود بتاع الموحد متوصل بمين مقاومة الحمد طيب طريقة العمل بتاعت الدايرة دي الموحد ده هيوحد الطيار ازاي زي ما احنا شايفين موجة الدخل هنا طيار متردد عبارة عن أنصاف مجابة وأنصاف سالبة لما نجي نشرح الدايرة هنشرحها في خطوتين الخطوة الأولى هنقول خلال نصف موجة الدخل الموجبة إيه اللي هيحصل؟ يكون جهد الأند أعلى من الكاسود لأن الأند هيبقى عليه جهد موجب فيبقى جهد الأند أعلى من الكاسود فيكون الموحد في انحياز أماني يعني مقاومته صغيرة جدا ويسمح بمرور الطيار إلى مقاومة الحمد أما خلال نصف موجة الدخل السالبة الوضع بقى هيتعكس يكون الكاسود هو اللي أعلى جهدا من الأند وبالتالي بيكون الموحد في حالة انحياز عكسي يعني مقاومته تبقى عالية جدا ويمنع مرور الطيار يعني معنى كده إن الخارج هيبقى عبارة عن أنصاف موجات موجبة فقط ولا يمر النصف السالب ولا يمر النصف الايه؟ السالب زي ما احنا شايفين يبقى النصف الموجب بس هيمر للخرج يروح لمقاومة الحمد والنصف السالب مش هيمر علشان كده الدائرة دي بنسميها دائرة توحيد نصف الموجة يعني معناها إن احنا استفدنا بنصف موجة الطيار المتردد فقط لكن النصف الآخر اللي هو النصف السالب ما استفدناش منه وده طبعا من عيوب دائرة توحيد نصف الموجة لو بصينا كده على طريقة العمل كلام اللي احنا قلناه خلال نصف الموجة يكون الأند أعلى جهدا من الكاسود ويكون الموحد دي واحد في انحياز أمام ويمر الطيار في مقاومة الحمد ويكون الخارج عبارة عن أنصاف أو نصف الموجة الموجب خلال بقى نصف الموجة السالب الوضع هيتعكس يكون الكاسود أعلى جهدا من الأند ويكون الموحد دي واحد في انحياز عكسي ولا يمر طيار في مقاومة الحمد بذلك يكون الخارج عبارة عن طيار نابض وحادي الاتجاه يعني معناه أنصاف موجبة فقط ولا يمر النصف السالب وله تردد ويسوي تردد جهد المصدر يعني معناه جهد المصدر كان كام؟ كان 50 هرتز التردد بتاعه 50 هرتز خارج دائرة التوحيد ترددها هيبقى كام؟ هيساوي برضو تردد جهد المصدر يعني 50 هرتز وطبعا التردد ده منخفض وده برضو من أحد عيوب الدايرة دي لأنه بيجعل عملية التنعيم بتكون صعبة ده شكل طبعا موجة الدخل وموجة الخارج موجة الدخل طبعا عبارة عن زي ما احنا شايفين كده أنصاف موجبة وأنصاف سالبة اللي هي اللي باللون الأحمر ده النصف الموجب واللي باللون الأخضر دي النصف الايه؟ السالب خارج دائرة التوحيد بقى النصف الموجة النصف الموجب بس هو الله هيمر لكن النصف السالب مش هيمر وبالتالي بقى الخارج عبارة عن ايه؟ أنصاف موجات موجبة فقط دون الأنصاف السالبة دائرة التوحيد النصف الموجة دي طبعا لها مميزات علشان كده برضو بتستخدم في بعض الدوائر يعني بتمتاز بايه؟ البساطة وقلة التكاليف يبقى دايرة التوحيد نصف الموجة بكرة بسيطة جدا لأن مكوناتها عبارة عن ايه؟ هو موحد واحد بس سناء سيليكون وممكن تستخدم في حالة وجود محول قدرة أو بدونه يبقى بتمتاز دايرة التوحيد نصف الموجة بالبساطة وقلة التكاليف لأنها بتستخدم موحد ايه؟ واحد والميزة التانية برضو أنها يمكن أن تستخدم في حالة وجود محول قدرة أو بدونه طيب الدايرة طبعا لها عيوب علشان كده بقينا نستخدم دوائر توحيد الموجة الكاملة لأنها أفضل منها عيوبها ايه؟ أول حاجة كفائتها منخفضة لأن الطيار بيمر في الحمل خلال نصف موجة جهد الدخل فقط زي ما احنا قلنا إن احنا استفدنا من نصف الموجة الموجة فقط لكن النصف السالب ما استفدناش منه طيب تاني عيب القيمة المتوسطة لجهد الخارج منخفضة وتالت عيب تردد التموجات 50 هرتز وطبعا التردد دوة منخفض وبالتالي عملية التنعيم بتكون صعبة يعني جهد الخارج بيبقى فيه بعض التموجات يعني يبقى احنا كده عرفنا مميزات دايرة توحيد نصف الموجة وعيوبها ولأن عيوبها كتير زي ما احنا شايفين يعني كفاءة منخفضة القيمة المتوسطة لجهد الخارج منخفضة تردد التموجات منخفض في عيوب كتير علشان كده بقينا نستخدم دوائر توحيد تانية أفضل منها اللي هي عبارة عن دوائر توحيد ايه؟ الموجة الكاملة ودوائر توحيد الموجة الكاملة طبعا هتعالج العيوب دي وفي منها نوعين يعني إما دوائر توحيد موجة كاملة باستخدام موحدين أو دوائر توحيد موجة كاملة باستخدام أربع موحدات طيب تعالوا نشوف مع بعض كده دايرة توحيد الموجة الكاملة باستخدام موحدين شكله قدامي على الشاشة موضح لي طبعا التركيب بتاعة الدايرة عبارة عن ايه محول قدرة وناخد بالنا ان المحول ده له طرف متوسط في ملفه الثانوي طرف متوسط في ملفه الايه الثانوي يعني ايه المحول ده بيعطيني جهدين متساويين ومختلفين في زاوية الوجه زي ما احنا شايفين كده الطرف اللي هو العلوي اللي هو مكتوب عليه ايه ده بيبقى عليه جهد موجب في نفس الوقت الطرف بيه اللي هو اللي تحت عليه جهد سالب والجهدين متساويين طب نقطة المنتصف دي جهدها بيقى صفر وده بنقول عليه يعني ايه الطرف الاردي بتاعة الدايرة يبقى المحول اللي احنا بنستخدمه لازم يكون محول له طرف متوسط في ملفه الثانوي ليه علشان يعطيني جهدين متساويين ومختلفين في زاوية الوجه طيب تعالوا نشرح طريقة عملها لما نجي نشرحها برضو هنقول خلال نصف موجة الدخل الموجبة ايه اللي هيحصل يكون جهد النقطة ايه موجب زي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي قداني جهد النقطة ايه اهي الموجة هي النصف الايه الموجب هو اللي متوصل دلوقتي على الطرف ايه يبقى جهد النقطة ايه موجب بالنسبة لنقطة المنتصف وبالتالي يكون الموحد دي واحد في انحياز امامي ويمر الطيار من الموحد دي واحد الى مقاومة الحمد اه نبص كده على شكل الطيار هيمر من النقطة ايه من خلال الموحد ويروح الى مقاومة الحمد ارقل وبعدين يكمل الدائرة الى نقطة المنتصف للملف الايه السانوي يبقى كده النصف الموجب مر من خلال الموحد دي واحد في نفس الوقت كان الموحد دي اتنين في حالة انحياز عكسي طيب خلال نصف موجة الدخل السالبة الوضع هيتعكس هنلاحظ ايه ان جهد النقطة بي هو اللي هيبقى عليه جهد موجب زي ما احنا شايفين اللي انا بشاور عليها دي اللي هي اللي باللون الاخضر دي يبقى النقطة بي هيبقى جهدها موجب بالنسبة لنقطة المنتصف وبالتالي الموحد دي اتنين يصبح في حالة انحياز امامي ويمر الطيار من الموحد دي اتنين الى مقاومة الحمد في نفس الاتجاه السابق ويكمل الدائرة الى نقطة المنتصف يعني معنى كده انا استفدت دلوقتي من الطيار من طيار الدخل يعني استفدت بالموجة كاملة نصفي موجة الدخل النصف الموجة والنصف الايه السالب زي ما احنا شايفين علشان كده الدائرة ديت بنسميها ايه دائرة توحيد موجة كاملة لان استفدت من موجة الدخل ايه كاملة ايه طبعا اشارة الخارج بقى او جهد الخارج هنلاحظ ايه عبارة عن انصاف موجات موجبة متلاحقة او متتالية وطبعا بيكون هنا التردد زي ما احنا شايفين تردد الخارج ضعف تردد موجة الدخل يعني لو جهد الدخل التردد بتاعه خمسين هرتز يبقى تردد هنا الخارج هيبقى كام هيبقى ميت هرتز وطبعا التردد هنا طالما انه اعلى بالتالي عملية التنعيم هتكون اسهل طريقة العمل كلام اللي احنا قلناه خلال نصف موجة الدخل الموجبة النقطة ايه تكون موجبة بالنسبة لنقطة المنتصف ويكون الموحد دي واحد في انحياز امامي ويمر الطيار من الموحد دي واحد الى مقاومة الحم ثم الى نقطة المنتصف ليكمل الدائرة خلال نصف موجة الدخل السالبة الوضع هي تعكس تصبح النقطة بيه هي الموجبة بالنسبة لنقطة المنتصف ويصبح الموحد دي اتنين في انحياز امامي ويمر الطيار من دي اتنين الى مقاومة الحم ثم الى نقطة المنتصف ليكمل الدائرة بيكون الخارج في الحالة دي زي ما شفنا برضو على الشكل عبارة عن انصاف موجات موجبة متلاحقة او متتالية تردد موجة الخارج طبعا يكون ضعف تردد موجة الدخل طبعا دوائر توحيد الموجة الكاملة افضل طبعا من دوائر توحيد نصف الموجة ليه بقى؟ شفتوا احنا من شوية قلنا عيوب دايرة توحيد نصف الموجة وقلنا طبعا ان الكفاءة بتاعتها منخفضة دايرة توحيد الموجة الكاملة يبقى على طول نعكس نقول مميزاتها انها اكثر كفاءة من توحيد نصف الموجة لانها تعمل عندها نصفي موجة الدخل يعني انا استفات من النصف الموجة والنصف السالب من موجة الدخل طيب تاني حاجة تردد موجة الخارج ضعف تردد موجة الدخل تردد الخارج ضعف تردد الدخل فيبقى تردد عالي وبالتالي يسهل عملية التنعيم يبقى الافضل دواير توحيد الموجة الكاملة طب امال ايه يبقى بقى؟ طبعا دايرة توحيد الموجة الكاملة زي ما احنا شفنا انها بتحتاج الى محول قدرة المحول دوت له طرف متوسط في ملفه السانوي والمحول كمان حجمه بيكون كبير وبيكون التكلفة بتاعته اعلى علشان كده استخدمنا دوائر توحيد موجة كاملة بس هتكون بأربع موحدات علشان نتغلب على العيوب اللي موجودة دي ونستغنى عن محول القدرة اللي ليه طرف متوسط في ملفه السانوي نبص على الشاشة كده يبقى المميزات اكثر كفاءة من دايرة توحيد نصف الموجة لانها تعمل عند نصفي موجة الدخ تاني حاجة تردد موجة الخارج ضعف تردد موجة الدخ مما يسهل عملية التنعيم عيوبها عيوب توحيد الموجة الكاملة بموحدين ضرورة الحاجة الى محول ملفه السانوي له طرف متوسط وحجم المحول يكون كبير نسبية دايرة توحيد الموجة الكاملة بقى باستخدام اربع موحدات زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا انا هستخدم محول بس المحول المرة دي محول قدرة عادي يعني ملوش طرف متوسط في ملفه السانوي وممكن كمان نستغنى عن محول القدرة وفي دوائر كتير او معظم دوائر التغذية بيتم الاستغناء عن محول القدرة ويتم توحيد الجهد مباشرة لتقليل التكلفة عشان ما نستخدمش المحول وطبعا حجمه بيكون ايه كبير طيب يبقى انا عندي الاول محول قدرة علشان يخفض جهد المنبع بالقيمة المطلوبة زي ما اقول وعندي اربع موحدات موصلين على شكل قنطرة قنطرة التوحيد زي ما احنا شايفين موحدات اللي فيها دي واحد ودي اثنين ودي ثلاثة ودي اربعة الطرفين طبعا الطرف اللي فوق اللي هو عند النقطة ايه والطرف اللي تحت عند النقطة بيه ده الدخل بتاع القنطرة اللي هو عبارة عن الطريق المتردد الخارج بقى الطرف اللي علمين ده الطرف الموجب والطرف اللي على اليسار ده هينزل لتحت وده هو الطرف السالب ومتوصلين طبعا بمقاومة الحمل لما نيجي نشرح طريقة العمل ببساطة جدا برضو هنقول خلال نصف موجة الدخل الموجبة يكون جهد النقطة ايه موجب او اعلى من جهد النقطة بيه وبالتالي يكون الموحدين دي واحد ودي ثلاثة في حالة انحياز اماني ويمر الطيار من الموحد دي واحد الى مقاومة الحمل ار ايل ثم الى الموحد دي تلاتة ليكمل الدائرة الى النقطة بيه زي ما احنا شايفين كده بالقاسهم ههو بتوضح لاتجاه مصار الطيار الكهرب يبقى الطيار مر من النقطة ايه الى الموحد دي واحد ثم الى مقاومة الحمل ار ايل ثم اه الى الموحد دي تلاتة ومنه الى النقطة بيه ليكمل الدائرة طيب في نفس الوقت كان الموحدين دي اتنين ودي اربعة في حالة انحياز عكس يعني مش هيمر من خلالهم طيار نجي بقى خلال نصف موجة الدخل السالبة الوضع هيتعكس فنقول ايه ان جهد النقطة بيه هو هيصبح اعلى من النقطة ايه وبالتالي الموحدين دي اتنين ودي اربعة هيصبحوا في حالة انحياز امامي ويمر الطيار من النقطة بي الى الموحد دي اربعة ومنه الى مقاومة الحمل اهو ويوصل الى الموحد دي اتنين ويكمل الدائرة الى النقطة ايه يبقى الطيار دلوقتي برضو مر خلال مقاومة الحمل وفي نفس الاتجاه السابق يبقى انا برضو استفدت من نصف موجة الدخل ويصبح الخارج عبارة عن انصاف موجات موجبة متتالية يبقى برضو زي الخارج بتاع دايرة توحيد الموجة الكاملة اللي هي بموحدين طريقة عمل الدايرة زي ما احنا شايفين كلام اللي احنا قلناه خلال نصف موجة الدخل الموجبة النقطة ايه بتكون موجبة بالنسبة للنقطة بيه ويكون الموحدين دي واحد ودي تلاتة فيه انحياز امامي ويمر الطيار خلال الموحد دي واحد الى مقاومة الحمل والموحد دي تلاتة ثم الى نقطة بيه ليكمل الدائرة خلال نصف موجة الدخل السالبة الوضع هيتعكس وتصبح النقطة بيه هي اللي موجبة بالنسبة للنقطة ايه ويكون الموحدين دي اتنين ودي اربعة في انحياز امامي ويمر الطيار خلال الموحد دي اربعة الى مقاومة الحمل والموحد دي اتنين ثم الى النقطة ايه ليكمل الدائرة طيب الخارج هيكون برضو عبارة عن انصاف موجات موجبة متتالية وترددها ضعف تردد موجة الدخل بالضبط نفس شكل موجة الخارج بالنسبة لدائرة توحيد الموجة الكاملة بموحدين الدخل طبعا طيار متردد انصاف موجبة وسالبة لكن الخارج عبارة عن انصاف موجات موجبة فقط متتالية طبعا انصاف موجات موجبة متتالية ويكون ترددها ضعف تردد الدخل دائرة توحيد الموجة الكاملة باربع موحدات بتمتاز بايه انها يمكن ان تعمل بدون محول زي ما احنا قلنا من شوية وفي حالة استخدام محول بيكون بسيط وليس له طرف متوسط وتاني حاجة في المميزات اتصال كل موحدين بالتوالي يمكن من اختيار موحدات زي جهد عكسي منخفض يعني معناها ان انا هقدر استخدم موحدات الموحدات دي جهدها صغير لان كل موحدين هيبقوا متصلين مع بعض على التوالي وبالتالي الجهد بيتجزق عليهم لكن عيبها طبعا عيب بسيط هو استخدام اربع موحدات ولكن نعيب ليس له اهمية طيب كده احنا عارفنا كل انواع دوائر التوحيد توحيد الموجة توحيد نصف الموجة وتوحيد موجة كاملة باستخدام موحدين وتوحيد موجة كاملة باستخدام اربع موحدات طيب هل الدوائر دي جهد كلها يعني احنا بنستخدم حاجة واحدة فيها او نوع معين بس والباقي لا لا طبعا كل الدوائر دي جهد بتستخدم على حسب المجال او التطبيق المناسب يعني معناها ايه داير التوحيد نصف الموجة ممكن نستخدمها بس بنستخدمها في الدوائر اللي بتحتاج الى طيار منخفض طيار كهرابي ايه صغير وكمان لما نكون عايزين نقلل التكلفة يعني معناها اكون بعمل داير التغذية وعايز حجمها صغير والتكلفة بتاعتها قليلة فبالتالي مش هوصل او مش هركب محول قدرة لان زي ما قلنا قبل كده انها بتعمل بدون ايه محول فبالتالي هتخفض للتكلفة لكن لما يكون بقى عايز داير التغذية وتكون الكفاءة بتاعتها اعلى هستخدم طبعا داير التوحيد موجة كاملة يئمة بموحدين يئمة باربع موحدات وطبعا زي ما احنا شفنا برضو لو بموحدين هي طبعا كفاءتها عالية ولكن حجم الدايرة هيبقى اكبر علشان محول القدرة وبتكون التكلفة بتاعته اعلى لو انا هستخدم بقى داير التوحيد الموجة الكاملة اللي باربع موحدات ويمكن داية منتشرة بكسرة يعني في معظم مصادر التغذية بالقدرة الكهربية ليه؟ لان طبعا الموحدات زي ما احنا شفنا بيكون حجمها صغير ودايرة التوحيد بيمكن ان تعمل بدون محول ولو استخدمنا المحول بيكون محول عادي وليس له طرف متوسط وبالتالي حجم المحول بيكون صغير واقل في التكلفة داير التنعيم بقى احنا طبعا خرج داير التوحيد كان عبارة عن طيار نابض موحد الاتجاه يعني عبارة عن انصاف موجات مجابة لكن احنا عايزين طيار مستمر فبالتالي بنوصل داير التنعيم بعد دايرة التوحيد علشان تحول الطيار النابض اللي هو الانصاف الموجابة تحولها الى طيار مستمر يعني طيار سابط القيمة والاتجاه وابسط مثال لدوائر التنعيم بيكون باستخدام مكسف وطبعا احنا عارفين المكسفات ويمكن درستوها في الصف الاول المكسف هو عنصر طبعا وظفته انه بيقوم بالشحن يعني بالشحن بالقدرة الكهربية على حسب قيمة جهد المصدر وبعد كده يقوم بتفريغ شحنته يبقى المكسف يقوم بتخزين الشحنات الكهربية وتفريغها عند الحاجة اليها عن طريق عملية الشحن والتفريغ ديت للمكسف هنقدر نحول الطيار النابض الى طيار مستمر تعالوا نشوف كده على الشاشة دوائر التنعيم بتستخدم لتحويل الطيار النابض اللي هو خارج دائرة التوحيد الى طيار مستمر ناقي وابسط صورة لها باستخدام مكسف زي ما احنا شايفين كده طبعا الدخل هنا بيكون عبارة عن طيار موحد يعني انصاف مجابة المكسف بقى هنا زي ما احنا شايفين متوصل على التوازي مع الحمل مع مقاومة الحمل الجهد هنا لما يبدأ يزيد المكسف هاي جهد الدخل لما يبدأ يقل يوم المكسف يفرق شحنته فبالتالي يعوض الانخفاض في الجهد جهد ايه سابت احنا شايفين كده شكل موجة الدخل طريقة عمل المكسف هنا اللي هيوم بعملية التنعيم عند زيادة جهد المصدر او جهد المنبع يقوم المكسف بالشحن حتى يصل الى القيمة العظمة لجهد الدخل اللي هو الجزء اللي باللون الاحمر ده يبقى معنى كده هنا المكسف بيعمل ايه بيشحن ثم يبدأ جهد الدخل في الانخفاض زي ما احنا شايفين اللي هو الجزء من الموجة اللي هو عبارة عن نقط ده فهنا الجهد الدخل يبدأ ايه يقل فيقوم المكسف يفرغ شحنته زي ما احنا شايفين كده اللي هو الجزء اللي باللون الازرق ده يبدأ يفرغ الموجة التالية من موجة الدخل فيبدأ الجهد في الزيادة فالمكسف يشحن مرة اخرى وهكذا تتكرر عملية شحن وتفريغ المكسف فنحصل على ايه على طيار مستمر زي ما احنا شايفين ولكن به نسبة من التموجات طبعا التموجات دي بقى بنقدر ان احنا نتغلب عليها بطرق مختلفة المكسفات طبعا لو استخدمنا مكسفات من النوع الكيميائي والسعة بتاعتها عالية فبالتالي المكسف مش هيفرغ شحنته بسرعة فالتموجات هتبقى اقل ونقدر نستخدم كمان ملف خانق بيتوصل مع المكسف في دايرة التنعيم فيقلل برضو التموجات طريقة عمل دايرة التنعيم عند ارتفاع الجهد يشحن المكسف حتى يصل الى القيمة العظمة لجهد الدخل ثم يبدأ جهد الدخل في الانخفاض فيقوم المكسف بتفريغ شحنته في الحمد وللحصول على تنعيم افضل بيتوصل كيميائية وزاد سعة كبيرة الشكل اللي قدامي دا بيوضح لي ان انا لما استخدم مكسفات السعة بتاعتها صغيرة فنلاحظ ان التموجات في جهد الخارج بتبقى كبيرة يعني زي ما احنا شايفين الجهد هنا بيزيد بنسبة كبيرة ويقل بنسبة كبيرة فيبقى فيه تموجات كبيرة في جهد الخارج لان المكسف هنا السعة بتاعته صغيرة فبيشحن بسرعة وبيفرغ بسرعة لكن بقى في الشكل اللي تحت بيوضح لي ايه لو انا استخدمت مكسف السعة بتاعته كبيرة فطبعا المكسف هيشحن ولما يجي يفرغ الشحنة بتاعته بيفرغها ببطء وبالتالي بتكون التموجات اقل هنا طبعا الشكل ده بيوضح لي برضو الفرق بين عملية التنعيم بالنسبة لدوائر توحيد نصف الموجة وتوحيد الموجة الكاملة الشكل اللي فوق طبعا توحيد نصف الموجة زي ما احنا شايفين بيبقى فيه تموجات ايه اكتر لكن مع توحيد الموجة الكاملة عملية التنعيم بتكون افضل وبالتالي التموجات بتكون اقل ممكن برضو نقلل التموجات في جهد الخر عن طريق اضافة ملف خانق بيتوصل مع المكسفات من النوع الكيميائي طيب ايمكن الحصول على تنعيم افضل باستخدام الملف الخانق والمكسف معا لان الملف بيبدي اعاطة كبيرة للتموجات وطبعا يمكن دوائر التنعيم دي بتكون منتشرة يعني وبتكون الكفاءة بتاعتها عالية وبنسمي دوائر التنعيم بدوائر المرشحات في دوائر تنعيم باستخدام المقاومة والمكسف وطبعا برضو بتقوم بنفس الوظيفة انها بتحول الطيار النابض الى طيار مستمر ولكن طبعا احنا بنستخدمها في حالة الطيارات الايه المنخافلة استخدم مرشحات المقاومة والمكسف في حالة الطيارات الصغيرة وعمليا عملية التنعيم باستخدام الملف والمكسف او المقاومة والمكسف بتستخدم مع الجهود المرتفعة نسبية في دايرة اسمها دايرة مضاعف الجهد طبعا الدايرة دي من اسمها بتستخدم لمضاعفة جهد المنبع المتردد وتحويله الى طيار مستمر وهي بتتكون زي ما احنا شايفين من موحدين وكل موحد متصل بمكسف على التوالي يبقى الموحد دي واحد متوصل مع المكسف سي واحد ودي اتنين متوصل مع المكسف سي اتنين طب لما نيجي نشرحها طريقة عملها بسيطة جدا الدايرة دي احنا قلنا انها بتعمل ايه بتضاعف جهد الدخل المتردد يعني لو جهد الدخل خمسة فولت متردد هيخرج لعشرة فولت مستمر طب ازاي الكلام ده هنقول خلال نصف موجة الدخل المجابة يكون الموحد دي واحد في انحياز امامي ويمر الطيار شاحنا المكسف سي واحد بالقيمة العظمى لجهد الدخل طيب خلال نصف موجة الدخل السالبة الوضع يتعكس يكون الموحد دي اتنين هو اللي في انحياز امامي ويمر الطيار شاحنا المكسف سي اتنين برضو بالقيمة العظمى لجهد الدخل ويصبح جهد الخارج طبعا هو الشحنة مصدره الشحنة المختزنة في المكسفين لانهم متصلين على التوالي وبالتالي بيبقى جهد الخارج هنا ضعف جهد الايه الدخل لان المكسف الاولاني شحن بالقيمة العظمى لجهد الدخل والمكسف التاني برضو شحن بنفس القيمة العظمى لجهد الدخل يعني لو كان الدخل هنا 5 فولت يبقى المكسف C1 هيشحن ب5 فولت وC2 يشحن ب5 فولت يبقى الخارج هنا هيكون كام 10 فولت ونشوف شكل الطيار كده هيمر من خلال مواحد D1 اهو ويشحن المكسف C1 طيب خلال النصف السالب الطيار هيمر من الجهة الاخرى ويمر من خلال مكسف C2 ويشحن برضو بالقيمة العظمى لجهد الدخل خلال نصف موجة الدخل المجابة بيوصل المواحد D1 ويشحن المكسف C1 باقصى قيمة لجهد المصدر خلال النصف السالب المواحد D2 هو اللي بيوصل لانه بيكون في انحياز امامي ويشحن المكسف باقصى قيمة C2 باقصى قيمة لجهد المصدر وبما ان المكسفين متصلين على التوالي فان قيمة الجهد الكل للخرج تكون ضعف القيمة العظمى لجهد المصدر طبعا المكسفات اللي في الدائرة هنا لازم مواصفاتها انه يكون المكسفين متماسلين من حيث الساعة وجهد التشغيل وتاني حاجة ان تكون ساعتهما مناسبة لطيار الحمد يعني الساعة بتاعتهم تكون كبيرة كلما كان طيار الحمد كبير في معانا بقى شاحن طبعا زي ما احنا شايفين انا جايب لكم يعني انواع مختلفة من مصادر التغذية علشان نشوفها كده قدامنا عمليا ده شاحن بتاع تليفون لو احنا فكناه كده هنلاقي فيه دايرة إلكترونية بسيطة الدايرة دي عبارة عن ايه؟ دايرة مصدر تغذية وطبعا مصدر التغذية زي ما احنا شرحنا النهاردة من بداية الحلقة قلنا بيتكون من ايه؟ في عندي محول قدرة وعندي موحدات اربع موحدات كنتاري التوحيد موجة كاملة وعندي مكسفات للتنعيم ودايرة تثبيت للجهد زي ما احنا شايفين كده المكونات بتاعة الدايرة طبعا الطرفين دول اللي هو الدخل بتاع المنبع اللي هو الـ 220 فولت وداخل اول حاجة ده فيوز اللي انا كنت بشاور عليه ده ده عبارة عن ايه؟ اللي هو اللي باللون الابيض واربع موحدات دول طبعا الاربع موحدات دول متواصلين على شكل كنتاري التوحيد موجة كاملة وفي مكسفات للتنعيم ومحول زي ما احنا شايفين كده والطرف التاني اللي هو السلك اللي في الجهة الاخرى ده ده الخارج بتاعها يعني بيبقى طبعا ايه؟ جهد الخارج اللي هو تم تخفيضه طبعا وتحويله لطيار مستمر فيه انواع كتير طبعا من مصادر التغذية ده شاحن تليفون تاني نوع تاني لو احنا فتحناها هنلاقي برضو في دائرة تغذية ودائرة التغذية دي برضو مكوناتها هنلاقيها بتشبه الى حد كبير الدوائر اللي احنا تكلمنا عنها فنبص كده برضو على المكونات فهنلاقي طبعا دول الطرفين اللي هم بتوع الدخل المنبع اللي انا مسكها في ايدي ديت وبعدين مكونات بقى دائرة التغذية هنلاقي طبعا في موحدات دول طبعا الطرفين اللي هم بتوع الدخل المنبع ودام واحد اهو لتوحيد الطيار المتردد وفيه صنائيات وصنائي زنر يعني هنلاقي موجود ايه في نص الدائرة كده ايوا مكتوب عليه زد دي وزد ده يعني زنر ديود ده اللي بيستخدم في تنظيم الجهد او تثبيت الجهد والمكسفات طبعا لتنعيم الطيار وفيه محول زي ما احنا شايفين كده فهنلاقي برضو ان المكونات طبعا اه بتبقى متشابهة الى حد كبير مع المكونات الاساسية لدوائر التغذية ولكن بقى الاختلاف بيبقى في حاجات اه اخرى يعني مثلا اه نوع المكسفات او حجم المكسفات السعة بتاعتها ممكن تبقى مختلفة طبعا من دايرة لدايرة تانية اه وعلى حسب قيمة الطيار طبعا وقيمة الجهد بتاع كل دايرة التغذية فهنلاقي ان المكونات بتاعتها ممكن تبقى حجمها اصغر او حجمها اكبر دي لمبة طبعا من اللمبات الليد ولو فكناها هنلاحظ ان اللمبة فيها دايرة الكترونية صغيرة وهي عبارة برضو عن مصدر تغذية زي اللي احنا شرحنا النهاردة في الحلقة نبص كده هنلاقي طبعا اللي قدامنا دا دية الليدات اللي هي هي عبارة عن الليدات دي بتبقى عبارة عن موحدات مشاعة للضوء صنائيات بس طبعا هي لما بيمر فيها الطيار فبتضيق الليدات دية طبعا بتبقى محتاجة جهد معين علشان تشتغل فهنلاقي في دايرة تغذية بقى موجودة في الجزء الداخلي بتاع اللمبة ايوان لما نفتحها كده اه فهنلاقي هنا ايه اه بس كده هنلاقي دايرة التغذية اه نفتحها كده مع بعض برضو علشان اه نشوف المكونات الداخلية بتاعتها طبعا الدايرة هنا هنلاقي هنلاقي فيها دايرة تغذية حجمها صغير علشان تبقى يعني على قد الدواية يعني وكمان انها بااااا يعني بتبقى القدرة بتاعتها منخفضة يعني اه فلو بصنا بقى كده على المكونات فهنلاقي برضو دايرة التوحيد وعندي مكسفات للتنعيم طبعا بيبقى فيها عندي دي طبعا السلكتين دول اللي هما بتوع الدخل اللي هو المتين وعيشين فولت وناخد بالنا دخلين على ايه بريتج على طول قنطرة ايه اللي هي الصغيرة دي لها اربع اطراف بتبقى البريتج ديت هي كأنها اربع مواحدات كأنها اربع مواحدات وطبعا بتقوم بتوحيد الطيار المتردد وفيه مكسفات طبعا للتنعيم وزي ما احنا شايفين برضو بيقى فيه محول وطبعا مكونات دايرة التغذية بقى بتختلف زي ما قلنا من دايرة لاخرى ممكن بعد دايرة نلاقي فيها دايرة متكاملة صغيرة علشان تنظيم الجهد ممكن نلاقي فيها ترانزيستور لتنظيم الجهد فطبعا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتكلم على دايرة تنظيم الجهد بالتفصيل ان شاء الله وطبعا خارج دايرة التغذية هو زي ما احنا شايفين رايح لمين متوصل هنا بالدايرة بتاعة الليدات اللي هي طبعا بتوصل لها الجهد اللازم لتشغيلها علشان تضيق طبعا هنشوف دلوقتي فيه معايا شاحن زي الشاحن بتاع اللاب كده برضو دا عبارة عن مصدر تغذية بس طبعا هنلاقي بقى حجمه كبير شوية لان طبعا الخارج بتاعه بيبقى الطيار بتاعه اعلى الانبير اعلى القدرة القهربية اللي بنستهلكها طبعا او اللي الكمبيوتر بيستهلكها بتكون اكبر فبالتالي هنا حجم دايرة التغذية بيكون اعلى وهنلاقي مكوناتها اكتر كمان نشوفها كده مع بعد طبعا الشاحن دوت برضو يعني هو فكرته انه برضو بيحول لجهد المصدر المتردد بيحوله الى طيار مستمر ويخفضهولي بالقيمة المطلوبة القيمة المناسبة علشان نشغل به الحمل ايا كان طبعا هو بس عشان نبقى شايفين الشاحن اللي قدامنا دا دا كان شاحن بتاع برينتر طبعة طبعة كمبيوتر يعني هو بيشبه الشاحن بتاع اللاب يعني بس يعني دا نوع مختلف طبعا دا المصدر وفيه فيوز اللي هو اللي على اليسار ايوان ايوان دا دا فيوز للحماية ودول اربع موحدات لتوحيد الطيار قنطر التوحيد زي اللي احنا اخدناها النهاردة ومكسفات للتنعيم وفيه عندي طبعا محول وعندي زي ما احنا شايفين مكسفات طبعا المكسفات دي يمكن عددها هنا اكتر علشان الدائرة كبيرة وهنلاقي برضو فيه جزء لتنظيم الجهد او تثبيت او تثبيت الجهد وطبعا يمكن المكونات هنا بتاعت الشاحن دوت طبعا كتير شوية زي ما احنا شايفين وده لان زي ما قلنا ان القدرة القهربية هنا طبعا بتكون اعلى فبالتالي العناصر طبعا او الدايرة نفسها بتكون اكبر شوية ودايرة تنظيم الجهد مش هيبقى مجرد زينار بس لا بتبقى مكوناتها اكتر علشان تحافظ لي على جهد الخارج يكون ثابت لاقصى درجة يمكن النهاردة كده تكلمنا بشكل مفصل عن مصادر التغذية بالقدرة القهربية وزي ما احنا شفنا ان مصادر التغذية ديت بنستخدمها في حياتنا كل يوم ويمكن احنا ما بنكونش عارفين ان الجهاز اللي احنا مش شغاله دوت في دايرة الكترونية بسيطة زي دي وهي اللي بتوفر لي الجهود المستمرة زي ما قلنا اللازمة لتشغيل الدوائر الالكترونية اللي بتكون منها الجهاز يعني زي ما احنا شفنا لمبة فيها دايرة الكترونية الشاحن بتاع اللاب او بتاع الكمبيوتر بتاعي عندي الشاحن بتاع التليفون راديو لو انا فتحت راديو وفكناه برضو هنلاقي فيه دايرة التغذية صغيرة جوة علشان توفر له الجهد اللازم بتشغيل الدوائر بتاعته يمعنى كده ان دوائر التغذية دي هنلاقيها موجودة تقريبا في جميع الاجهزة الالكترونية علشان زي ما قلنا بتوفر الجهود المستمرة اللازمة لتشغيلها يارب النهاردة تكونوا واستفدتوا معنا واحنا وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة اشوفكم ان شاء الله في الحلقات اللي جاية وان شاء الله في الحلقة اللي جاية بقى هنكمل دوائر تنظيم الجهد وهناخدها بالتفصيل ويارب تستفيدوا معنا نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر